موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برامجكم اليومي وينت مشاهدين الخديث يدور حول ما يحدث في تعز من جرائم متعددة بحق الإنسانية جرائم كثيرة تحدث وبشكل يومي الكثير من الناشطين كتبوا حول هذه الجرائم وحول هذا الموضوع يعني معبرين عن استياء كبير جدا نظرا لما يحدث في هذه المخافضة التي كانت آمنة في الماضي وأصبحت حاضنة للإرهاب في الوقت أرقال كذا وصف الكثير من الناشطين هذه المدينة عبر منشوراتهم وتغريداتهم نتابع الكثير منها لكن بعد هذا الفاصل قوم معنا حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن عاصمة الثقافة كما كان يسمى في الماضي أصبحت اليوم حاضنة للإرهاب أصبحت اليوم عاصمة للقتل والتدمير والخراب على أيدي العصابات المسلحة الإجرامية العصابات المحصوبة على حزب الإصلاح الآن أصبح التقاسم تقاسم الترثة يحصل وبشكل يومي من قبل ما يسمى بالبراطجة والعصابات المسلحة تحت حماية ورعاية ما يسمى بالشرعية أيضاً الشرعية لا وجود لها في تعز لا وجود لها في عدل لا وجود لها في أي منطقة محررة من الحوثي فكيف ستستطع أن تؤمن المناطق التي دحرت الميليشيات منها التي أبناء المناطق المحررة دحر والحوثي منها الكثير من المواطنين يطالبوا بوجود الحكوم ويطالبوا بوجود الجيش لتأمين الأراضي وكذلك بسط نفوذه وكذلك توفير الأمن والأمان وداخل تلك المناطق لكن لا حياة لمن تنادي ليلاً ونهارا نسمع ونرى ونقرأ العديد من المناشدات وكذلك المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب نزول الحكومة يعني أقل القليل نزول وزير معين إلى منطقة معينة سبق وأنحررت لكن لا وجود لأحد من أولئك المحصوبين على الحكومة سواء خارج أسوار الوطن تعز التي يحز في القلب لما نسمع ولما نرى من جرائم متعددة الآن أصبحت الجرائم بشكل يعني يومي تحدث في هذه المدينة ولا وجود للشرعية الشرعية التي تدعي أنها تقاتل الحوثي بينما الحوثي موجود على أطراف مدينة تعز محاصر للمدينة يقصف المدينة بشكل متواصل وبشتى أنواع الأسلحة من قذائف من صواريخ يدمر الأحياء الآهلة بالسكان يقتل المدنيين بينما العصابات المسلحة الذين يدعون أنهم يواجهون الحوثي مشغولون بتقاسم الثروات وكذلك السيطرة على شوارع معينة داخل مدينة تعز يعني في الوقت الذي هم مشغولون بخلافاتهم البينية والجانبية هؤلاء المحسوبون على الشرعية الحوثي يعمل على التحشيد الحوثي يعمل على مواصلة القصف الحوثي يعمل على وضع الخطط للسيطرة على مدينة تعز يستغل مثل هذه الثغرات يستغل مثل هذه الخلافات الحاصلة بين أطراف الشرعية بينما هو يعمل على التمدد وكذلك السيطرة على مناطق هامة داخل تعز وغير تعز الأصحاب المصالح والذين يعملون على القسال فيما بينهم ونسوى العدو الأساسي وهو الحوثي الحوثي في المقابل يعمل على استغلال مثل هذه الثغرات إذن حول هذا الموضع كتب رشاد الصوفي وقال في الوقت الذي تستعرض ميليشيات الأخوان في تعز قوتها لتصفية خصومها حتى داخل المستشفيات ميليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة وغير مسبوقة صوف تعز أحد يعمل نكز لسالم وخالد فاضل وغزوان وصادق سرحان وفصائل حمود في يفرس لا يركنوا على الطربان إلا إذا بينه بين الحوثي اتفاق مسبق إذن مشاهدين الكرام كل يوم جريمة كل يوم تظهر جريمة أمام الراية العام في محافظة تعز دون رقيب دون حسيب دون عتيد من قبل يعني هذه العصابات المسلحة الجرامية كل يوم نسمع ظهور زعيم جديد لعصابة معينة كل يوم نسمع ظهور قائد جديد صغير في السن يقود عصابة معينة يرعب المواطنين يريد السيطرة على شارع معين على سوق معين لإدرار الجبايات وكذلك العائدات والواردات له ولأفراد العصابة دون أيضا رقابة من الأمن مجرد ما يعني تظهر قضية وتنتشر أمام الرأي العام وتصبح قضية رأي عام يبادر إلى النزول إلى الشوارع بطاقم أو طاقمين فقط لالتقاط الصور ولظهارها أمام الناس وبثها في قنواتهم على أنهم أصحاب قوة وأصحاب نفوذ وعلى أن الأمن والأمان موجود في محافظة تعز لكن وسائل التواصل الاجتماعي هي من تكشف زيف هذه الشرعية التي تدعي سيطرتها على الأرض بينما في حقيقة الأمر الموجود على الأرض هو الإرهاب الموجود على الأرض هو ترعيب وترهيب المواطنين وبشكل يومي قتل المواطنين وبشكل يومي أصبح المواطن وكذلك ابن تعز يسير في الشارع دون أمان أنه سيعود إلى بيته سالما نظرا لانتشار الرعب والخوف في شوارع مدينة تعز إذن أكرم الشوافي كتب حول جريمة أخرى حدثت في تعز وقال مجددا تعز وبلطجت ما يسمى بالجيش الضحية ماجد طاهر الشرعبي عاقل أحد أحيا تعز وبسبب قيامه بواجبه يتم الاعتداء عليه ومحاولة تصفية بإطلاق الرصاص المباشر عليه وإصابته ومن ثم يتم اختطافه من داخل المستشفى البريهي والاعتداء عليه وهو مصاب وإخفائه حتى اللحظة ألوية منفلتة ومجاميع ميليشاوية يقودها مجرمي حرب أمن العقاب فأساء الأدب ألي بعده أيضا جريمة أخرى مشاهدين الكرام حدثت في محافظة تعز وأنا أقرأ حتى المنشورات مشاهدين الكرام وكذلك التغريدات للعديد من الناشطين والسياسيين وأرى الجرائم التي تحدث في محافظة تعز والله أنه يحز في النفس يعني جرائم تحدث بشكل يومي جرائم متعددة تحدث بحق المدنيين وبشكل مستمر ومسواصل أين هي الحكومة الشرعية تساؤلات كثيرة مشاهدين الكرام تصلنا إلى صفحة البرنامج عبر الكثير من الناشطين عبر الكثير من الكتاب من المواطنين أين هي الدولة ليس هناك وجود لما يسمى بالشرعية شرعيتنا التي نحن نؤمل عليها ونضع آمالا كبيرة وكثيرة عليها أين هي لتحمينا من بطش هذه العصابات المسلحة والتي تمارس شتى أنواع الانتهاكات والجرائم بحقنا هي مناشدات كثيرة وتساؤلات لم نجد لها حل مشاهدين الكرام لكن بإذن الله ننتظر الفرج القريب وصحوة غير متأخرة لما يسمى بالشرعية لبسط نفوذها على الأرض وكذلك منع هذه العصابات المسلحة من ممارسة ومواصلة جرائمها بحق المدين كون هذه العصابات في محافظة تعز ومدينة تعز هي تابعة للشرعية وتقوم بممارسة البطش والسلب والنهر تحت لواء الشرعية وتحت مظلة الشرعية وميحتمون بالشرعية لممارسة جرائمهم إذن ديفيد إلكس كتب أيضا حول جريمة أخرى حدثت في محافظة تعز يومنا هذا حيث كتب وقال طبعا هذه بنت شابة من مديرية مقبرة كانت مع أمها في سيارة صالون أثناء عودتهم من المدينة إلى الريف طبعا كان هناك خلاف على أرضية بينما في الأراضي التابعة لقيادات تعز العسكرية قرب نقطة الهنجر اللي جالسين يبرزوا عضلاتهم على المساكين بينما لما يشوفوا مفصعين يحتاج لهم ردع يجلسوا يتفرجوا لهم هذا إذا ما عززوهم بالأطقم والسلاح المهم أيش حصل خارجنا يا شيخ أنت والرموز دي ولا حصل شيء مابلا رصاص أصابت البنت في الدماغ اللي يرحمها وأيضا الرصاصة مكتفت بالبنت كمان اخترقت ظهر السائق وتم إصعافه لا تخافوش ولا شيء تعز أمن وأمان وفي دولة تردع كل مواطن لا يفعل مشاكل ولا يتهبش إذن مشاهدنا الكرام هي حوادث وهي جرائم أليمة وأيضا يشعر معها القلب الخزني الشديد مشاهدنا الكرام أيضا بدلا من توجيه كما تحدث الكثير من الناشطين بدلا من توجيه هذه الأسلحة التي صرفت من الشرعية لمقاتلة الحوثي ولتوجيهه باتجاه القوتي وصدور القوتيين يتم توجيه هذا السلاح وفوهة هذه البنادق باتجاه الأبرياء باتجاه المساكن من أبناء تعز الذين فقط يعملون على البحث عن قوتي يومهم يعني مثل هذه الجريمة التي سبق وأن قرأنا المنشور عنها حدثت بحق إمرأة وابنتها وهم عائدون إلى الريف من المدينة ما هو السبب؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟ ما هي المسببات؟ ليست من المجرمين ليست من الإرهابين فقط هي تريد العودة إلى منزلها بعد انقضاء فترة علاج ابنتها لكن العصابات المسلحة هذا هو ديدا المجرمين وهذا هو ديدا المنتمين إلى هذه العصابات الإجرامية هي مناشدة أيضا مشاهدين كما تحدثنا للمنتمين إلى الجيش ما يسمى بالجيش الوطني معذرة بتوجيه أسلحتهم باتجاه الحوثي الذي يحاصر مدينة تعز لسنوات ليس لتوجيه الأسلحة صوب بعضكم البعض ولا صوب الأبرياء من أبناء تعز إنما لتوجيهها صوب الحوثي الذي يحاصر المدينة ويقصف المدينة بشتى أنواع الأسلحة عبدالقادر الجنيد كتب أيضا وقال هذا السلاح والرصاص من اليمن لحماية أهلها ولتحريرها لكنكم تستعملونه لارتكاب جرائم ولترويع أهل تعز خزيتم بناء أمام كل أهل اليمن خزيتم بناء أمام الحوثيين خزيتم بناء أمام العرب خزيتم بناء أمام المحللين الأجانب وستظهرون في تقارير صحف ودول وأمم المتحدة أنا ألقي بكل المسئولية على قادتكم أيضا عن الأخوان المسلمين أو ما يسمى بحزب الإصلاح مشاهدين الكرام كتب الأستاذ نبيل الصوفي وقال الأخوان هم تحالف جمع العثاكر الرافضين لقوانين الجندية الوطنية والقبائل التي وقعت جمهورية بعد أن أغلقت الملكية أمامها طريق المشاركة في السلطة والخطباء والوعاظ الذين يريدون مقابلا كثمن لما يقومون به يعظون عن الزهد ليس زهدا بل بمقابل وما تيسر من الخالمين الطامحين لمساهمة شخصية في الحياة العامة تنعكس على الخال الشخصي والأخيرون هم أنقى المجموع وأصدقهم وهم الأكثر نشاطا والأكثر عضوانية والأكثر ولان ويفقدون كل ذلك كلما تقدم بهم العمر التنظيمي لو أتينا مشاهدين الكرام لكشف هذه العصابات المسلحة عصابة الحوثي وكذلك الأخوان المسلمين في الماضي خرجوا في العام 2011 المشؤوم تحديدا لمطالبة بتحسين الأوضاع لمطالبة بعودة المغترب إلى وطن عدة مطالبات ركبوا موج التغيير وكذلك عملوا على الضحك على ذقون الشباب واستغلوا تلك الساحات لتنفيذ مآرب ولتنفيذ أطماع ولتنفيذ مصالح صرخوا ليلا ونهارا ووعدوا المواطن بتأمين حياته لكن اليوم أصبح الوضع أسوأ مما كان عليه اليوم أصبح الوضع مترد للغاية الأوضاع المعيشية أصبحت سيئة للغاية الرواتب التي طالبوا في الماضي برفعها أصبحت اليوم منقطعة تماما الكثير من المطالبات التي خرجوا من أجلها أصبحت اليوم أكثر سوءا أصبحتها تمنعدمة تماما الأسعار المشتقات النفطية أصبحت في أسعار خيالية للغاية الغاز المنزلي أصبح أيضا سعره فوق العلالي كما يقال أصبح الكثير من المواطنين في المدن يعمل على إشعال النار عن طريق الأحطاب لطهي الطعام للأطفال هكذا أصبح الوضع وهكذا أصبح الخال بعد أن استغلت هذه العصابات المسلحة طيبة الشباب وكذلك استغلوا تلك الساحات التي خرجوا والتي عملوا على اختصاب تلك الساحات ومثل ما قلنا يعني عملوا على الضحك على الشباب ووعدوا الناس ووعدوا أولئك الشباب على أن حياتهم سوف تصبح في رغض لكن ما نراه اليوم عكس ذلك اليوم نحن في العام 2021 والعام 2021 على الأبواب والأوضاع تزداد سوءا ولا أمل يلوح في الأفق عادل أن زيلي كتب حول القضية وقال تطلعات الشارع اليمني شمالا وجنوبا شرقا وغربا وأحلامهم اليوم وغايتهم كانت بين أيديهم قبل 2011 حتى حقهم بالاحتجاج كان مكفول وكانت سقف المطالب عالية الخديث ليس لسكب الدنبوع وتعليق البكائيات على ما فات وما خسرناه جميعا ولكن على الأقل لا يخسر الشعب أحلامه كما خسر حاضرة لا تطالب بدب غاز ولا ما ولا كهرباء ولا فتاة رزق من منظمة تتاجر في جوعك ولا تشبعه ما يستحق المطالبة والنضال هو حق الشعب السلطة والثروة وأنه المصدر الوحيد لها تطالب براتب لم ولن يأتيك ودب بترول تمتهن كرامتك لأجله بينما تتقاسم ثروات البلاد مجموعة عصابات وتجار حروب لا هي التي تعطف على شعبها ولا حتى هي التي ترحمهم ما فيش أقدار تفرض على الشعوب إلا إذا استسلمت وانتظرت بياس للمنقذ لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها لكن أحلام الرجال تضيقوا وحول الحالة الإنساني مشاهدين الكرام وإلى أين وصل الوضع باليمنيين كتب الشاعر أحمد القيفي وقال أخي المسؤول اعلم أن المواطن أصبح يحرص على حماره أكثر من حرصه عليك ويحضن إذا مات حمار ويفرحه إذا متأنت ليش؟ لأن الحمار يساعده في حمل الماء إلى بيتي وأنت تسق ميزانيته ميزانية مشروع المياه والخدمات وتروح تتمشى أن تجهالك في الخارج أو تبني لك بيت فخم سيارات لتشعر المواطن أنه صغير ولا يعني شيء بالنسبة إليك فحاول تصلح نفسك هذا مع احترامي للشرفاء وللمواطن وحماره حول جامع الصالح مشاهدين الكرام كتب محمد بشر وقال جامع الصالح وأكبر جامع في اليمن بني خديثا والثامن عالميا جاء اسمه نسبة إلى الرئيس علي عبدالله صالح رحمة الله تغشاه الذي بني في عهده يقع في ميدان السبعين في العاصمة صنعا وعلى مساحة قدرها 222 ألف وخمسمائة متر مربع ويتسع لخمسة وأربعين ألف مصلي كما يشمل مبنى الجامع وكلية علوم القرآن والدراسات الإسلامية والباحة والموضى ومواقف للسيارات والمساحات الخضراء ويتألف مبنى الكلية من ثلاثة طوابق ويضم خمسة وعشرين فصلا دراسيا إضافة إلى قاعات صلاة ومكتبات وقاعات اجتماعات وأقضت توجيهات الرئيس في بناء الجامع بوجوب المحافظة على الطابق الإعادة وأقضت توجيهات الرئيس في بناء الجامع بوجوب المحافظة على الطابع العمراني اليمني لا سيما في المنارات والواجهات الحجرية فكان الجامع الكبير بصنعها الملهمة الأساسي للمهندسين في ذلك واستذكار المشاهدين الكرام لوصايا الشهيد الخالد الزعيم علي عبدالله صالح رحمة الله عليه كتبت أفنان الصالح وقالت وصايا الزعيم الدفاع عن الحرية والجمهورية لا تقبلوا الأوامر الحوثية التمسك بالمؤسسات العسكرية الانتفاض للثورة والوحدة المحافظة على الأمن والاستقرار السلطة ملك للشعب اختاروا قيادة جديدة الصفح والتسامح الاستمرار في الصمود عدم الرضوخ للتعصف الحوثي إذن مشاهدين الكرام وقبل الختام نالك فيديو منتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نتابع من تم نعود لختام هذه الحلقة ابقوا معنا كيليو باترا واحدة من أكثر الشخصيات إثارة عبر التاريخ وقد اشتهرت بشدة جمالها وذكائها وعلاقاتها مع الجنرالات الرومان أمثال مارك أنتوني ويوليوس قيصر فكانت قصة حياة أحداث سطرت في التاريخ البشري إلى الأبد قبل أن تنتهي بالانتحار وهي في عمر التاسعة والثلاثين فقط ولدت كيليو باترا بعد فترة طويلة من سيطرة الإسكندر الأكبر على مصر فهي ابنة أحد الفراعين البطالمي على مصر وهو بطل مس الثاني عشر واللي توفى في عام 51 قبل الميلاد ومن بعد أصبحت هي وشقيقة بطل مس الثالث عشر والبالغ من العمر أنذاك عشر سنوات حكاماً لمصر واتزوجت من أخيها وكان هذا التقليد في ذلك الوقت لا مهرب منه وفي عام 49 قبل الميلاد فرت كيليو باترا إلى سوريا بعد تآمر شقيقة ومستشاريه على قتلها ويقال أنها جمعت هناك جيشاً من المرتزقة وعادت إلى مصر واستعادت السلطة على الجانب الآخر كان هناك معارك طاحن دائرة بين الجنرال الروماني بومبي ويوليوس قيصر انتهت بهزيمة بومبي في معركة فرسالوس وفراره إلى مصر إلا أن باطليموس رفض استقباله بل وأمر بغتياله بهذه اللحظة ذهبت أنظار يوليوس قيصر إلى مصر وبالفعل ذهب إلى عاصمتها الإسكندرية وكان باطليموس يعتقد أن قتله بومبي خصم يوليوس قيصر سيجعل منهما حليفان ولكن هناك بعض الأقاويل تؤكد أن كليو باترا سللت إلى معسكر يوليوس قيصر واللي طلبت منه مساعدتها لهزيمة أخيها ويبدو إنها أقاويل صحيحة لأن الحرب نشبت بالفعل بين يوليوس قيصر وباطليموس وانتهى الأمر بهزيمة باطليموس وفراره وتقول الأقاويل أيضاً أن حياته انتهت غارقاً في مياه النيل وبعد أعاد يوليوس قيصر كليو باترا إلى العرش بصحبة أخيها باطليموس الرابع عشر واللي كان عمره أنا ذاك 13 سنة تؤكد الأقاويل أيضاً أن كليو باترا أنجبت من يوليوس قيصر طفل يدعى قيصرون ولكنه رفض الاعتراف به وذهب إلى روما وتبعته كليو باترا إلى هناك حيث تم اغتياله وطعنه بـ 23 طعنة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني وبعد عادت كليو باترا إلى مصر مات باطليموس الرابع عشر شاب في ظروف غامضة وأصبحت كليو باترا حاكمة لمصر بصحبة ابنها قيصرون اللي أصبحت واصي عليه وأصبح ملقباً بباطليموس الخامس عشر وأحكمت كليو باترا قبضتها على الأمور بالبلاد وادعت نفسها على صلة بالإله إيزيس إلا أن الأمور ما سارت على ما يرعم فلقد أدى فيضان النيل إلى إتلاف المحاصيل وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإلحاق الضرر والجوع بالكثيرين في تلك الأثناء اتحالف ثلاثة من القادة الروماني الأقوياء أنا ذاك وهم مارك أنتوني وأوكتوفيان وليبيبدوس للإطاحة برؤوس كل من تآمروا على قتل قيصرهم العظيم الذي كانوا يدينون بالولاء له ودارت معركة بين هؤلاء القادة من جهة وبين قتلة القيصر من جهة وأراد كل الجانبين مساعدة كليو باترا وبالفعل اتخذت كليو باترا قرار يدعم مارك أنتوني ورفاقه وأرسلت الأربعة فيالق إلى صحبة القيصر للسيطرة على مصر فيما مضى وبالفعل هزم المتآمرون على قتل القيصر في معركة فيليبي في عام 42 قبل الميلاد وتقاسم كل من مارك أنتوني وأوكتوفيان السلطة ودع أنتونيو كليو باترا إلى مدينة طرسوس وبالفعل قبل ادعوته وراحت عليه على متن سفينة جميلة مرتدية رداء الآلهة إيزيس وحينما رأاها وقع في حبها وتعهد بدعمه لها وأنه سيساعدها على دحر خصومها وبالفعل كان لسحر كليو باترا العجب العجاب حتى أنه سحرها جعل أنتوني يترك زوجته وأطفاله في روما ويبحر إلى مصر بعد معركة فيليبي أصبح الأمر صعب في روما فلقد نشبت الخلافات بين مارك أنتوني وأوكتوفيان حاول من سيكون له السلطة الأكبر في روما مما أدى إلى تقسيم الإمبراطورية فيما بينهم إلا أن أنتونيو انشغل بسحر كليو باترا ودعمها فقضى معها شتاء عامي أربعين وواحد وأربعين قبل الميلاد وساعدها في إعادة الكثير من الأراضي وتعهدت هي بتزويده بمئتين سفينة لمساعدته في حملة ضد الإمبراطورية البرثية وذهب أنتونيو لخوض معاركه ولم يرى أحدهما الآخر لبضع سنوات إلا أن الرسائل فيما بينهما لم تنقطع تشير الأقويل إلا أن كليو باترا أنجبت من مارك أنتوني طفلين اعترف بهما وهما إليكسندر هليوس وكليو باترا سيلين الثانية في مصر كانت الحياة مزدهرة تحت حكم كليو باترا وكان الناس وعداء واحتاج أنتونيو مساعدتها في حرط ضد مملكة بارثيا في مقابل منحها وأطفالها بعض الأراضي اللي أخذتها الرومان من مصر ومنها سوريا ولبنان وقبرص وكريت وليبيا وبالفعل تقابلوا وراء أنتونيو أولاده لأول مرة وتناقشوا في شأن هيروتس وحملاته على مصر استغل أوكتافيان الأمر وأخبر الناس في روما بأنه أنتوني تخلى عن زوجته الصالحة وفي تلك الأثناء حملت كليو باترا مرة أخرى من أنتونيو وأنجبت طفله باطليموس في لادليفيوس في تلك الأثناء خسر أنتونيو عدة آلاف من رجاله في معارك مع المملكة البارثية وانسحب إلى بيروت وانتظر أن تأتي كليو باترا بقواتها لدعمه بهاي اللحظة كانت كل قوة أوكتافيان قد تعظمت بشكل كبير واستطاع أقناع جميع من في روما بأنه أنتونيو سينضم إلى كليو باترا ويترك روما إلى الأبد ويبدأ عاصمة جديدة في مصر وبالفعل نجحت الخطة ونزع مجلس الشيوخ الروماني كل الألقاب من أنتونيو وأكمل أوكتافيان خطته بإعلان الحرب على كليو باترا وأنتونيو وفي عام 31 قبل الميلاد تمت هزيمة كليو باترا وأنتونيو في معركة أكتيوم وهرب كليهما وذهب أنتونيو في محاول إلى جمع القوات وذهبت كليو باترا إلى الإسكندرية في حين قرر أوكتافيان بأن الوقت قد حان لغزو مصر وساعده هيروتس على ذلك وبالفعل استطاع أوكتافيان دخول مصر وهزم أنتونيو واحتجزه بينما قامت كليو باترا بحبس نفسها في قبر مع أقاربها وكنوزها وأرسلت رسالة إلى أنتونيو تقول له بأنها انتحرت وبالفعل كانت خطتها أن تحرق نفسها مع كنوزة لكنها لم تفعل وحينما قرأ أنتونيو الرسالة سقط على سيفه ليقتل نفسه ويقول المؤرخ بلوتارخ أن أنتونيو قد تم اقتياده إلى قبر حبيبته ليموت بين ذراعيها ثم تم القبض على كليو باترا قبل أن تفعل مثل أنتونيو وتم عرضها على أوكتافيان اللي أخبر بأنه ينوي إرسال إلى روما لعرضها على شعبه لينظروا كيف انتصر عليها وعلى أنتونيو وهزمهما إمعاناً في ذلها وهنا قررت كليو باترا أن لا تسمح بذلك وفي 30 أغسطس أنهت حياتها بالانتحار وتقول الروايات بأنها استخدمت دبوس مغموس بالسم وهكذا انتهت حياة ملكة عظيمة بنهاية مثيرة كما كانت حياتها وصلنا مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا نتمنى من الله العلي القدير أن نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير دمتم مدام الوطن بألف سلامة وعافية في رعاية الله اشتركوا في القناة